النهاردة هقول لكم ايه هم اكتر اربع ابراج عندهم طيبة زايدة اكتر اربع ابراج بيسمحوا بسرعة جدا اكتر اربع ابراج سهلين جدا في معاملتهم سهلين واسهل من السهولة عندهم زاكرة السمك في الزعل بيعدوا كتير وبيفوتوا كتير وبيعدوا حاجات تزعل قوي ما بيبصلهاش اصلا ما بيحبوش يزعلوا من حد دايما بيفوتوا وبيعدوا حاجة واثنين وثلاثة وعشرة بيعدوا مواقف وبيعدوا اشخاص بيعدوا كتير جدا عشان ما يزعلش منك عشان ما يشيرش جواه منك بيحاول ينسى دايما بيفتكر لك الحل ودايما بيحنن قلبه عليك الابراج اللي هقولكم عليها دي من اجمل واصيب واحنن الابراج اللي ممكن تتعاملوا معاها او هم الاكتر طيبة بمعنى اصح الاكتر طيبة الاكتر حنية الاكتر احتواء يلا نبدأ بسرعة عشان ما طولش عليكم اول برج معانا وفي المركز الاول برج السرطان برج السرطان البرج الاول في الطيبة طيبة متنهية حنية رهيبة احتواء مفيش بعد كده برج السرطان اكتر الابراج اللي الغمضة اللي بتخبي جواها اللي بتشيل جواها ازدعل وكأنه انت ملكش دعوة يعني انا زيلت باخد مع نفسي جنب وصالح نفسي وارجع وكأن ما فيش حاجة حصلت انت دايقتني انا حداق جواها شوية والموضوع حينتهي لحد مرحلة معينة بس السرطان بيفوت كتير جدا بيفوت يوم واثنين وثلاثة وعشرين سنة كمان بيفوت فترة طويلة قوي وبيجي مرة واحدة يختفي يعني يمشي من حياتك لكن السرطان من اكتر الابراج واطيب الابراج كلمة بسيطة جدا بترضيه كلمة بتطبطبة بس مجرد ان انت تطبطب عليه وتقوله كلمة كويسة ده بيرضيه جدا تقوله حقك علي يا سلام السرطان مفيش احن منه ومفيش اطيب منه من اجمل واطيب واحن الابراج اللي بتحتوي وبتسمع وبتساند وبتطيب الخواطر برج السرطان تاني برج معانا وانت عارفين ان انا بحب البرج ده جدا 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 البرج ده عندي الحتة تانية خالص البرج ده برج الطيبة والاحتواء والحنية والكرم كل حاجة حلوة انا بشوفها في برج الحوض وخصوصا انسى الحوض برج الحوض يا سلام مفيش اجمل من كده طيبة واحتواء وحنية وكرم برج يعني بيدور على حاجات وحشة في نفسه عشان ما يزعرش منك يعني دايما يجيب الغلط على نفسه يقول انا اكيد زودتها انا اكيد ديتها اصلنا ممكن اكون تقلت عليها لأ ما هيليها حق تزعل دايما بيلوم نفسه ان انت تاخد موقف بالرغم ان انت ممكن انت اللي تكون غلطان بالرغم ان انت ممكن تكون انت جرحته بالرغم ان انت ممكن تكون ازيته لكن دايما بيبص للحلو اللي عندك دايما بيشوف الجانب المشرق اللي فيك دايماً بيفتكر لك الحلو دايماً يقول لأ أصله عمل عشان كتير لأ أصلهية كمان فوتت لكتير أصلهية عدت كتير أصله أنا برضو جيت عليها كتير ده برج الحوت برج بيعرف إزاي يلتمس الأعذار للأخرين بيعرف إزاي يحنن قلبه على الناس عشان ما يزعلش منهم بيعرف إزاي يحط دايماً نفسه في مكانهم لو أنا في مكان هتصرف كده فدايماً تلاقيه ما بيزعلش من حد وما بيشلش في نفسه من حد وما فيش حد أبداً يستهل يقولك الدنيا مش مستهلة أنا بحبك خلاص بافتكر لك الحلو غلطة وعدت وبعدها ناخد بالنا ده برج الحوت طبعاً لو أعدت أتكلم عن الحوت من هنا البكرة لأ أنا بحب برج الحوت جداً يا جماعة أنا بشوفه من أجمل وأحن وأطيب الأبراج اللي ممكن تتعامل معاها راجل أو أنسة فعلاً فعلاً برج احتواء وطيبة وكرم فبنقول بعد كده برج الدل برج الدلو برج الدلو طبعاً ده برجي لكن مش هتكلم عنه زي ما تكلمت عن الحوت بأمانة يعني أنا شايفة أن الحوت أجمل وأحن الأبراج الدلو الدلو طبعاً مع أن الدلو متسرع وسريع في ردود فعله في العصبية وفي الغضب ومتهور لكن قلبه أبيض عنده زاكرة السمك بينسى بسرعة يعني هو بتبقى شحنة غضب بتطلع والموضوع بينتهي وكأن ما فيش حاجة حصلت ويجي صالحك ولو غلطان يعتذر لو تقولك ما عليش حقك علي وما تزعلش بيعرف إزاي يمتص غضب اللي قدامه بيعرف إزاي يحتوي الناس اللي قدامه حتى لو أنت ساير ومتدايق ومخنوق لا عشان كده برج الدلو من الأبراج الحنينة الطيبة اللي هي وقت ما بتزعل خلاص هي شحنة غضب طلعت وبتنزل على ما فيش وتلاقيه بعد خمس دقايق بيدحك وكأن ما فيش حاجة حصلت ويقولك معلش سامحني أنا ما كانش قصدي ويفهمك برج الدلو صريح يعني هو جوا حاجة بيجي قولك على طول خلي بالك والله أنا كمان زعلت من الحاجة الفلانية أنت دايقتاني أنت زعلتاني وخصوصا بقى أن برج الدلو كمان من الأبراج بتحبش حد يزعل منها هو ما بيحبش حد يزعل منه فأنت لو زعلان منه قوله ما تخبيش هو بيزعل جدا أكتر حاجة ممكن تدايق الدلو أن أنت تزعل وتاخد جنبه وتتعامل معاه وحش وانت ما قلتلوش أنا متدايق منك أو أنا زعلان أو تعبه برج الدلو بيحب قوي اللي يعبه يحب قوي اللي يظهر اللي جواه ويبقى ما يفعش أنت تتعامل معايا وانت زعلان مني لأن أنا لو زعلان منك باش حارة فيتعامل معاك أنا بقى كبرج الدلو لما بيكون زعلانة من حد لازم أقوله أنا زعلانة منك عشان ما كانش مفروض تعمل معايا كده فممكن أكون أنا فاهمة غلط والموضوع ينتهي وأفهم الصح وخلاص الموضوع ما فيش أي حاجة حصل حتى الدلو لما بيزعل قوي وتيجي الطيب خطر والموضوع ينتهي وتتصلحه ولا كأن في حاجة حصل أبدا طيب كفاكرة مع الدلو بقى نشوف آخر برج معانا حبيبي الدلو برج الجوزاء يا سيدي يا سلام على الجوزاء وعلى جمال الجوزاء عم داعي ذاكرة استمت كده عارف اللي هو تزعل وتتأمس ويزعل ويتأمس وخمس دقايق يعني خمس دقايق يمكن كتير على الجوزاء هو بس يتعصد ويطلع الكلمتين ويطلع كل الجواء وبخ بعد كده خلاص ما فيش أي حاجة حصلت ويعدبك وينومك ودي أجمل حاجة برج الجوزاء بحبها إنه لما بيكون زعلان من حد زادل وبيروح يقوله أنا زعلت منك في الحاجة الفلانية انت ما كانش مفروض تعمل كده انت كنت مفروض تاخد بالك ده بيخلي إن ما فيش حاجة جوه نفسك ده بيخلي دايما إن انت الزعل بتطلعه على طول وتتصافه ولا كأن حاجة حصلت وما نجيبش بقى القديم والجديد لا برج الجوزاء ما عندوش كده خالص أنا زعلت منك في الموقف الفلاني بس ممكن لأقابلتك بعد يومين أنسى أصلا الموقف وانسى الزعل وانسى كل حاجة ده برج الجوزاء بينسى بمنتهى السهولة يعني قابلته زعلان منه خاصمته قابلته سلمته على بعض ولا كأن في حاجة الموضوع انتهى خلاص صفحة وتقفلت ده الجوزاء الجوزاء لو هي صحبتك أو هي صحبتك أو هي حبيبتك وانت زعلتها هتيجي تقولك على فكرة أنا زعلان كده على طول طب ليه إيه اللي حصل بقى يشرح الأصلين تقولته كذا وكذا وكذا عملته كذا وكذا وكذا ما كانش مفروض ده يحصل يعدك في ساعتها ويقولك إنه زعلان أنا باعتبر ده أجمل شيء أنا بالنسبة لي كده إنه ليجي يقول لي ما تاخد موقف على اتنين على تلاتة وتزعل زعل جمد أوي وفجأة ألاقي تصرفتك كلها متغيرة وطريقتك معايا متغيرة وطريقتك معايا مش هي الطريقة اللي أنا بحبها فأنا كمان أتصرف بناءا على تصرفك واخد جمد واتصرف وحش وإنه إحنا اللي اتنين نلاقي نفسنا بنبعد ويحصل بيننا فجوة كبيرة أوي بسبب إنه إحنا ما تعتبناش وقت العتاب ما قلناش أنا زعلان وإنت زعلانة أنا متضايق أو إنت متضايق ما قلناش الكلام ده في وقتها لكن إحنا لو كنا قلنا في وقتها وتعتبنا وتصفينا هنرجع نتعامل مع بعض زي أول مرة وزي أول يوم وزي أول حياة دول كانوا أكتر أربع أبراج عندهم ذاكرة السمك في الزعل أكتر أربع أبراج بيحننوا دايما قلوبهم على الناس أكتر أربع أبراج عندهم لا مبلال الحزن ولا مبلال الضيء ربنا يا رب يحلي أيامكم كلها تحياتي ليكم وتحياتي لكل الأبراج الحنينة الطيبة وكل الأبراج أشوفكم على كتاب